وهنا فائدة الرجل إذا كان له نسب شريف وكان صالحا يزيد ذلك في منزلته وفي مكانته لكن بشرط بشرط أن يكون صالحا لأنه إذا لم يكن صالحا كان فاجرا أو كان كافرا وكان ذا نسب فإنه لا ينتفع بهذا النسب لا يشفع فيه نسبه قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه هكذا ولكن لنعلم بأن الرجل إذا كان فاضلا وكان ذا نسب يزيد ذلك في منزلته ولهذا الله تبارك وتعالى اختار للرسل الكرام عليه السلام شرف وكمال النسب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد سلح حديوية بكتابه إلى هرق الملك الروم يدعوه إلى كلمة سواه إلى الإسلام ووقع الكتاب بين يديه هرق أراد أن يتأكد من صحة هذه الدعوة فسأل من كان هناك وقتها كان أبو سفيان فسأله أول سؤال عن النسب قال كيف نسبه فيكم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان هو فين ذو نسب قال كذلك الرسل تبعت في نسب قومها فالحاصل أن النسب الشريف ينفع صاحبه منزلة إذا كان رجلا صالحا إذا كان مسلما مستقيما أما إذا لم يكن كذلك فلا ينتفع بهذا النسب من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أما معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي نشهد الله تبارك وتعالى على حبنا له فهو رجل صحابي صالح وذو نسب فهو بهذه المكانة